من كتر الأصحار ومشاكل السحر والحسد في تبول لإرادة في عقدة لسان في أي مشاكل صحية في تجلف الدراعين أو على الأكتاف في موانع كتير جدا جدا وحاجات كتير بتعيق حركتك بتعيق يعني حركتك في البيت وشغل البيت بتحسي بتعب طول اليوم ومش عارفة إيه سببه تعالوا مع بعض نشوف الوصفة دي أو الطريقة دي اللي هتخلصك من كل المشاكل دي بعون الله وبإذن الله ياريت ما تبخلوش علامة بلايك للفيديو واشتراك للقناة وكمان وزعوا الفيديو ده في كل الأماكن السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين تعالوا مع بعض النهاردة هقول لكم على طريقة سهلة وبسيطة لكل الناس اللي بتعاني من مشاكل في بيتها أو مشاكل في حياتها بسبب السحر فيه أنواع من السحر واليعوزوا بالله وهي سحر بيأثر على الشخص أو على الإنسان لوصوله لدرجة التباول لإرادة أو عقدة اللسان أو أي مشاكل من المشاكل دي في عقدة لسان في تباول لإرادة في جلة نوم في تعب في الجسم في تقل في الأكتاب في موانع أو مشاكل بتحصلك أثناء دخولك في الصلاة أو أن أنت تصلي أو أن أنت تصلي أو تقرأ القرآن بتحسي بوسوسة أو بتحسي بمشاكل نفسية بتحصلك فترات طويلة بسبب السحر أو الحسد السحر ده سواء سفلي أو سحر معملك بشكل واضح جدا معملك علشان الحاجات دي تحصلك أو معملك أصلا عموما في الحاجات دي بدأت تظهر عليك من فترة قليلة هو معملك علشان مثلا شيء معين أو علشان وقف حال أو علشان كون الحاجات دي علشان تتخلصي من كل ده لأن اتسألت في الموضوع ده كتير تعالوا مع بعض نشوف الطريقة أسهل طريقة للتخلص من كل ده في البيت بمنتهى السهولة أول حاجة هنعملها هنجيب مية زي ما أنتم شايفين والمية تكون دافية المية دي هتجيبها من جلب البيت اللي أنت عايشة فيه المية دي هتجيبها من جلب البيت اللي أنت عايشة فيه التباوة اللي إراضي ده لحد كبير أو لصغير عقدة اللي سال لحد كبير أو صغير في البيت وحسن المشاكل دي بسبب حسد أو سحر أيا كانت المشاكل دي تعالوا مع بعض نسمي الله ونشوف الطريقة هنجهز المية في أي حاجة بلاستيك ونبدأ نحط فيها المكونات واحدة وحدة طبعا الطريقة دي لو أنت بتعمليها لحد في البيت أو بتعمليها لنفسك لازم تكون عن طهارة يعني تكوني طهرة وتكوني متوضية قبل ما تعمليها لشان تجيب معاك نتيجة سريعة جدا تمام طيب أول مكون هنستخدمه هو ورق الغار هتحطي مثلا مقدار 4 أو 5 ورقات وتاني مكون معايا هنستخدمه هو ملح الطعام هتحطي أعداد فرضية يعني مثلا 3 معالج 5 معالج 7 معالج زي ما انتم شايفين ده الملح العادي تمام ده الملح العادي الملح العادي يعني الملح الموجود في المطبخ حابة تستخدم الملح الخشل حطيه كمان بنفس المقدار 3 معالج 5 معالج أو 7 معالج خلاص كده أعداد فرضية ممكن كمان معلجة واحدة مفيش مشاكل طيب بعد ما هنحط المكونات دي هنديها تجليبة كده الدوب وهنشوف المكون التالت اللي هو أهم من المكونين دول علشان نتخلص من المشكلة نهائيا وطبعا لها طريقة استخدام معينة وطريقة استخدام لا يمكن تخطر على بالك هتخلصك من كل المشاكل دي الموجودة في البيت سواء بتخصك أو بتخصها حد في البيت تمام كده؟ طيب هنشوف المكونين بعد ما دوبنا المنح كويس خالص تمام؟ هتبدأ تحطي مقدار معالجة من الخل الأبيض الخل الأبيض والخل الأبيض كمان موجود في كل البيوت فأنا مش هقولك باجي خلي التمر ولا هقولك خلي التفاح لا ده الخل الأبيض العادي خالص اللي بنستخدمه موجود في المطبخ بعد ما جلبنا المكونات كده هو حطينا الخل ويعتبر الخل هتحطيه آخر شيء عايز أقولك إنه ضروري جدا تستخدمي الطريقة دي وانت طهرة طيب يعني على طهرة خلاص كده سواء اللي بيسمعوني رجال أو ستات طيب بعد ما جهزنا الطريقة كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين هتجيب الشخص اللي بيعاني من المشاكل دي أو بيعاني من الحاجات دي في حياته سواء كبير أو صغير وتبدأي تحطي الرجلي طبعا تقدر يتكتر يا حجم المية المية هنا محطينا لهاش مقدار لكن المقدار تاخد بالك في الملح بالأعداد الفرضية وكمان الخل خد بالك إنها تكون أعداد فرضية أنا حطيت مثلا معلقة كبيرة من الخل وحطينا ثلاث معالج كبار من الملح وحطينا خمس ورقات كده من ورق الغار تمام كده هتبدأي تاخدي الإنسان أو الشخص اللي عنده المشاكل دي وتحطي فيها وتحطي رجليه في المية دي وكتر المية شوية المية هتكون دافية في الأول دافية في الأول وبعد كده تسجع عادي ممكن تحطيها وهي ساجع كمان الشخص ده يحط رجليه لمدة ساعة في المية مع الاستغفار يستغفر ربنا كتير جدا 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 أو إنتي تستغفري له المهم إنه لازم الطريقة دي وإنتوا بتستخدموها يعني تنطقوا الاستغفار كتير جدا 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 الجلسة دي من المفروض بتتعمل خمس مرات وممكن في ناس كمان اللي بتعاني من الأزمات دي بشكل كبير جدا أو بشكل واضح أو بشكل متعب تمام بتعمل الطريقة دي مرتين في اليوم أول في طلوع الشمس في الصبحية في طلوع الشمس في أول طلوع الشمس كده تعمل الطريقة دي وتعملها قبل الغروب تعمليها في بداية اليوم في طلوع الشمس وتلحجيها قبل الغروب كمان تعمليها مرة أما لو الموضوع عادي والمشاكل دي بسيطة مش عايزة أقولك بسيطة خالص تمام ولكن ممكن تكون بتختلف في الدرجات تشوفي بقى على كد ما تقدر تعمليها مرتين ما قدرتش يعمليها مرة واحدة اللي هي تكون قبل الغروب هتحطي رجلين الشخص ده لمدة ساعة في المية دي مع الاستغفار الكثير جدا جدا استغفروا كثير جدا جدا استغفري كثير جدا جدا وكمان ترددوا الاستغفار قبل النوم الناس اللي عندها المشاكل دي الاستغفار ما يجلش عن 20-30 مرة قبل ما تيجي تنامي أو قبل ما تيجي تنام أو قبل ما يجي ينام والاشخاص ده لازم يستغفروا لها كثير جدا الاستغفار بيمنع المشاكل وبيمنع الحسد وبيمنع السحر وبيمنع كل الازمات الموجودة في حياتنا الاستغفار بيخلينا ننام نوم هنية الاستغفار فضله كبير جدا جدا في حياتنا لو انت رايحة وانت جاي في البيت استغفرتي دخلت المطبخ تعمل شغلك استغفري دخلت على ولادك وهما نايمين وهما عندهم المشاكل دي استغفري عندك انت المشاكل دي أو بتغسل هدوم ولادك أو بتتعاملي مع يعني دخلتي مثلا بتنظف قوضهم وكل كان باستغفر الله كثير جدا 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 بنية المشاكل دي أو انت حط في دماغك المشاكل دي وحلها بإذن الله والله العظيم والحل هيكون قريب جدا 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 والعلاج هيكون قريب يعني فوق ما تتخيلي يارب تكون الطريقة دي سهلة وبسيطة علشان اتسألت عن المشاكل دي وتسألت عن المشاكل اللي بتؤدي أو السحر اللي بتؤدي للمشاكل دي طبعا اي مشاكل صحية مدومة أو مستمرة وانت عارفة انها بسبب سحر أو عين قوية دخلت البيت ضرورة تستخدمي الطريقة دي لها كمان ياريت ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو واشتراك للقناة ودعوة حلوة من قلبكم ده والله العظيم يفرحني جدا دعوتكم ليا ودعوتكم من قلب خالص يارب تكون الطريقة سهلة وبسيطة وماكنش طولت عليكم اي استفسار اي تعليق سبه لأسفل الفيديو مش هبخل عليكم ابدا بالرد وياريت كمان ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو واشتراك للقناة